افكر في مصطلح باللغة الانجليزية اسمه placement او كلمة هي معناها التموضوع طب لو حطيت قبلها كلمة political سياسي يبقى التموضوع السياسي انا عايزك تركز على الخط بتاع مصر فيما يتعلق بالتموضوع السياسي للمدن المصرية اعتدنا فيما اعتدنا يبقى القاهرة ده طبيعي العاصمة طيب بعد شوية احنا بدأنا نشوف القاهرة هي لها وضعيتها السياسية المعروفة تاريخية ده طبيعة الحال عاصمة جمهورية مصر العربية بس كمان تيجي تشوف انه جوه شرم الشيخ تجد لقاءات سياسية رفيعة البستوى قمم كبرى حاجة زي كوب 27 او لقاءات ما بين الزعماء والقادة عرب كانوا او افارقة نفس القصة هتلاقي انه ده بيحصل كان في العاصمة الادارية ايضا العاصمة الادارية الجديدة وده تموضع سياسي اخر وهو انك تخلي العالم ينظر الى يرى العاصمة الادارية الجديدة عن طريق اجتماعات هامة وكبرى لقاءات للقادة والزعماء مع فخامة الرئيس وبالتالي انت بتسحب انظار العالم الى هذه المدينة الجديدة الكبرى اللي هي العاصمة الادارية الجديدة ثم خدنا بالنا من الصيف اللي فات لو كنت تتذكر ويمكن ده ذكره دكتور حمد فارس انه اتعامل عملية تموضع سياسي او political placement لمدينة اخرى اللي وهي العالمين الجديدة فاصبح هناك اللقاءات الاخوية اللي كانت بتجمع فخامة الرئيس مع اشقاءه من القادة والزعماء العرب في العالمين الجديدة ده تكرر تاني الصيف ده ثم وصولا الى قمة مرتقبة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاردن وفلسطين المحتلة فهنا ده اسمه تموضع سياسي للمدين لكن في نفس الوقت ركز على الخط البياني بتاع التموضع السياسي بتاع مصر بشكل عام مصر كانت فيه قبل 2014 سياسيا ما بين غضبة عامة من العالم اغلب اصحاب هذه الغضبة والمروجين لها والدفعين لها هم من الدول او من العواصم اللي كان من بينها عواصم صنع قرار هي عندها تأييد او دعم او دفع لتنظيم الاخوان المسلمين حتى يصل الى الحكم ولما فشل وصولهم للحكم بالتلاتين ستة ثم تلاتة سبعة فبدأوا يشتغلوا على انها تبقى غضبة على 2014 على الرئيس المصري الذي تولى هذه المهمة شديدة الصعوبة بدءا من 2014 وحتى هذه اللحظة ثم تيجي تشوف بقى الخط الباني بقى اعمل ازاي من عالم كله واقف ضدك وبيحربك ومش عاوز يتعامل معاك وبيتخانق معاك الى عالم اصبح مش هقولك بيخطب ودك بعض الدول اصبحت عندها علاقات شديدة القوة والمتانة ما بينك وما بينها اصبحت بتعمل معاها تصنيع عسكري مشترك دول اخرى اصبحت بتعمل معاها مشروعات عملاقة استثمارات كبرى بتحصل في كل حتة في مصر باستثمارات اجنبية منها اللي بيتعامل شرقا ومنها اللي بيتعامل غربا انا بتكلم على مصر مش بتكلم على اوروبا شرقها او غربها تجد ان مصر حاملت على كتفها دورها الرئيسي في القضية العربية والصراع العربي الصهيوني في المنطقة واصبحت هي رمانة الميزان وصاحبة الكلمة الفصلة بدليل انه حتى البيت الابيض اي السلطة الاكبر سياسيا في العالم اصبحت بتثني على الاجراءات والخطوات المصرية بل انه اصبح البيت الابيض يتصل بقصر الاتحادية يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لبحث هذه الامور معاه مش مع اي حد تاني في العالم فيما يتعلق على سبيل المثال بفلسطين تجد انه الخط البياني المصري استطاع ان هو يهدئ من وطيرة الاحتدام اللي كان حاصل في ليبيا لو تفتكر الخط الاحمر السيرت والجفرة ده على سبيل المثال تجد العلاقات المصرية التونسية في افضل احوالها تجد العلاقات المصرية الافريقية بعد مقاطعة افريقية طويلة واقعية وحقيقية تعود افريقيا الى الحاضنة المصرية وتعود مصر الى الحاضنة الافريقية بامتياز غير مسبوق ما شفناهش تقريبا من اربعة من اربعين سنة قبل سنة 2019 ظننا الكل انه خلاص مصر خسرت افريقيا لكن الحقيقة ما حصلش بالبال بالعكس وتولينا وقتها المهمة ممثلة فيه شخص الرئيس وفيه صفته كرئيس للاتحاد في سنة 2019 بالاجماع مش بالاغلبية وده برضو من ضمن الحوادث اللي انت لازم تنظر اليها بامعان وبهدوء كده وتعود تفكر فيه ده الخط البياني السياسي المصري علاقة مصر بموسكو علاقة مصر بواشنطن علاقة مصر بباريس علاقة مصر بروما علاقة مصر ببكين علاقة مصر بكل العواصم المتعلقة او القادرة على صنع قرار دولي حقيقي علاقة شديدة التمييز والحفاظ على هذه العلاقات على نفس المستوى طيب مش بس كده طيب وتصفير خلافات مصر معا اي قوة موجودة صفرت خلافاتها بل انه مصر ساعدت كمان على تصفير مشاكل المنطقة ده اللي انا بس عايز اقوله لك لو بنتكلم على حاجة اسمها political placement political placement او تموضع سياسي لمدن مصرية وانا مظنش انه يمكن في حد تكلم في ده قبل كده بس مهم انه حتى الباحثين السياسيين يعدوا يفكروا في ده كويس ويفكروا اكتر فيه مسألة التسويق السياسي لمصر وازاي مصر قدرت تسويق لنفسها سياسيا طبعا ما بينقصين ده بمنتهى البساطة نظرا لنزاهة الموقف المصري نظرا الى شفافية الموقف المصري من اي قضية اقليمية كانت او دولية فهنا حصل تموضع سياسي مختلف تماما لمصر عما كانت عليه قبل 2014 فكر في الكلام كويس دور ورايا ان اردت وارجوك اعمل كده وفي النهاية خد النتيجة وحطها حلق افوادنك